لكأن قدرها مع المياه لا يريد أن تنتهي فصوله عندما اختير موقعها في الخمسينيات بمحاذاة مياه المحيط الأطلسي العاصمة الموريتانية نواكشوت التي عاشت عقدة مياه الشرب لعقود من الزمن لم تكت ترخي سدولها على مشروع أفطوط الساحلي الذي ترجو أن يروي عطش ساكنتها حتى برز مشكل التخلص من المياه المستعملة ناهيك عن مياه الأمطار التي عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعا في منسوبها مما شل الحركة في المدينة المترامية الأطراف إبان فترة كل موسم خريف الصرف الصحي كما يطلق عليه فرض نفسه بقوة ضمن لائحة الأولويات الوطنية بدرجة لا تقل أهمية عن مشروع تزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب لكن هذا المشروع لم يعرف النور بعده لتكاليفه الباهرة المتعلقة بصعوباته الفنية الطرق الآنية المتبعة من طرف السلطات المحلية لشفط مياه الأمطار ظلت شبه عاجزة عن تخلص كل الشوارع والطرقات من مخلفات الأمطار في توقيت متزامن أمر ربما دفع بالحكومة الموريتانية إلى التعاقد مع شركة صينية لإقامة مشروع شفط ثابت في المناطق المنخفضة والمحاول الاستراتيجية بالمدينة الذكرى الخامسة والخمسون لعيد الاستقلال الوطني حملت وضع الحجر الأساسي للمشروع من طرف الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز وبحسب الورقة الفنية التي تم عرضها فإن 34 كم هي طول القنوات المعدة من الأسمنت المسلحة ستغطي مساحة 15 كم مربعة إضافة إلى وضع 14 كم من أنابيب تحت الضغط مصنعة من الألياف الزجاجية يتراوح قطرها ما بين 1100 و 1800 مم المنطقة التي سيشملها المشروع في مرحلته الأولى والمصنفة بالمنطقة المنخفضة تضم أربع مقاطعات من مقاطعات العاصمة ستكون بها أربع محطات ضخ ذكسر وتفرغ زين والميناء والسبخة ستبلغ قدرة الضخ الإجمالية بهم 225 ألف متر مكعبة يوميا مما يسمح بامتصاص تساقطات مطرية كميتها 50 مم في أقل من 5 ساعات حسب التقديرات الفنية الكلفة الإجمالية التي تبلغ 15 مليار من الأوقية تم الحصول عليها بقرض من دون فوائد يقدر بعشر مليارات والباقي هبة من جمهورية الصين الشعبية في إطار التعاون القائم بين البلدين وفي انتظار 36 شهرا من تاريخ البدء في أشغاله فإن قصة العاصمة الموريتانية مع المياه ستستمر ليس إلى حين الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع إنما ستتواصل في المقاطعات التي لم يشملها مشروع الشفط أحمد نسيد أحمد الساحل تيفي الساحل تيفي